وأكد رئيس السيسي الإصرار وبإرادة صلبة لا تلين على تحقيق الغايات الكبرى والأهداف العليا من أجل النهوض بمصر وتغيير واقعها للأفضل ولتبقى مصر قادرة على توفير حياة كريمة لأبنائها من الأجيال الحالية والقادمة وأوضح رئيس السيسي أن مصر لا تستطيع أن تعزل نفسها عن التحديات والمتغيرات التي تكتح العالم وأنه لا سبيل لتغلب على تلك التحديات سوى بالعمل الجادة والمستمر شعب مصر العظيم أننا نصر وبإرادة صلبة لا تلين على تحقيق الغايات الكبرى التي نضعها نصب عيوننا والأهداف العليا التي نحملها على عاتقنا من أجل النهوض بوطننا الغالي وتغيير واقعه للأفضل ولتبقى مصر قادرة على توفير حياة كريمة لأبنائها من الأجيال الحالية والقادمة أخذا في الاعتبار متغيرات العصر المتسارعة وشواغله الجديدة لأن مصر بموقعها الجغرافي ودورها الإقليمي والدولي لا تستطيع أن تعزل نفسها عن تلك التحديات والمتغيرات التي تكتاح العالم وطالت تداعيتها الجميع ولعلكم تتفقون معي أنه لا سبيل للتغلب على تلك التحديات سوى بالعمل الجاد والمستمر مثلما واجهت مصر خلال السنوات الماضية تحديات متنوعة زائد أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية وأمنية فأني أؤكد لكم أنه لولا جهود الدولة في مجال الإصلاح الاقتصادي التي تحملها الشعب المصري وكذلك المشروعات التنموية العملاقة على امتداد رقعة الدولة لما كان من الممكن أبدا الصمود أمام تلك الأزمات العاتية التي تكتاح العالم منذ ثلاث سنوات ولقد بادت الإنجازات المتلاحقة التي تحققت في مصر على مدار السنوات الأخيرة لا سيما في مجالات البنية الأساسية والتجمعات العمرانية الجديدة والطاقة وتوطين الصناعة شاهدا على قوة الإرادة المصرية للتقدم وبناء مستقبل أفضل وتكوين اقتصاد قومي قوي وراسخ